إن والدتي وأخي الأكبر افتركا في بناء بيت يتكون من أربع غرص ومطبق وديرة مياه وبقيت أرض كبيرة فباع أخي جزءا كبيرا من هذه الأرض بين علم والدتي ويدعي أنه أكمل المطبق وإحدى الغرص بقيمة الأرض التي باعها وقد تقاسم البيت فأخذت والدتي غرفتين وجزءا بسيطا من الأرض المتبقية وأخي أخذ الغرفتين والمطبق وديرة المياه ووالدتي قامت ببناء مطبق وديرة مياه توجيز البسيطة التي أخذت وقامت والدتي بتغييد أخي الأوسط ودفعت له المهر ومصاريف الزواج وذهب الزوجة وأسست له البيت يبقي أنا وأختي وأخي أصغر فكسبت والدتي البيت باسمنا الثلاثة وتعلن ذلك التصمف بقولها إن أخي الأكبر باع الأرض وأخذ نصوبة وأخي الأوسط قامت بتغييده دين أن يتكلف بأي شيء وبقي نحن قالت نصيبكم اسمي من البيت وإن والدتي مصرح على هذه التصمف فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا وما جزاء ذلك إن كان هذا لا يدين قطاد الله في عمركم وجزاكم عنا وعن المسلمين خيرا والله محمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله حاليه يا جباين أما بعد فإن الوالد وعليه الإنصار في أولاده ألا يعطي أحدا عطية إلا إذا أعطى الآخرين مثله لأن أحد الصحابة أعطى بعض ولده عطية فجاء الوسط بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيته لهذا قال لا قال أكد على هذا غيري أني لا أشهد على جوة قال صلى الله عليه وسلم أرسلك أن يكون لك في بل سوى قال نعم قال سلائدا قال صلى الله عليه وسلم استقوا الله وعجلوا بين أولادكم وهذا وإن كان الصحاب والدا في حق العز إنه يسمى للأم لأن الأم يضع بحاجة إلى البرد من أولادها وأيضا هي والدة لهم فتسمنها الولادة وإذن تعدل بعطية بين أولادها وأن لا تحصص ذا لهم من ذاك وإذا استدعى الأمر إلى إذا أولا حطولة فأنتم أن تراجعوا النحكمة لكن هذا المدى النسيح فقط وأن فصل إذا فهذا يكون عند المحكمة فرأيس نعم جيدا أعيكم الله خيرا